رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الاجتماع الذي عقده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عبر الاتصال المرئي واستعرض المجلس عددا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية ومنها العرض المقدم من وزارة الصحة حيال المستجدات وتطورات الصحية لفايروس كورونا الجديد كما ناقش المجلس العرض المقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن سوق العمل في المملكة كما تابع العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال التقليل الاقتصادي الربعي وتحليل أثر جائحة كورونا وطلع المجلس على العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة في مؤشرات ومبادرات رؤية المملكة عشرين ثلاثين وعروض من وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة المالية وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة